صباح الفل والجمال اخباركم نظرين دايما معي هنا في اليوتيوب وبس عبيكم بكل حد يعني يتواجد معي هنا ويرفع من شأن ما أخله بالمتابعة وبالاهتمام النهاردة هتكلم عن موضوع واحد تمام ايه هو الموضوع هيكون محمود عبد المنعم كهرباء طبعا انتم عارفين ان محمود عبد المنعم كهرباء بالنسبة لي كلمت عن قصته كتير وكلمت عن شخصيته اكتر وقلت طول الوقت وما زلت عند رأيي انه هو طبع انه تحت شعار الطبع يغلب التطبع مهما قال كهرباء فانا طول الوقت عندي تصور انه طبعه هيغلب تطبعه ايه طبع كهرباء طيب ويتطبعه اشان لو محدش كان يتابع طبع كهرباء هو طبع النرفوز سريع الغضب اللي بيخرج عن شعوره اسرع واسرع من سرعة الساروخ الساروخ اللي بيطلع الفضاء ده هو اسرع منه في خروجه عن مشاعره واخطأه واتصور انه ما فعله مؤخرا في النادي الاهلي من خطأ ويعني مش هقول بقى سب خلاف وشتائم ايه ان كانت الصياغة في حق الاهلي وحق زملاته لانه في غضبه وعالاساس ده تم يعقبه بمليون جنيه غرامة يعني محدش يقول انه كهرباء مغلطش وانه كهرباء متخنقش لانه تعقب بغرامة ايا كان بقى انت شاف الغرامة دي قليلة كتير انا مش فارمعي العقوبة معناها انه هناك خطأ ايا كان بقى العقوبة لكن لو انت جيت لعملت لافت نظر فده عقوبة يبت انت اخطأت الموضوع دلوقتي في اللي ظهر من تصريحات كهرباء مع الصديق العزيز سيف زهر انا عندي خيال اذا ربما يكون صحيح واذا ربما يكون صحيح انه الظهار كهرباء في اللحظة دي وكأنه نجم متوج لايه معرفش ايه اللي عملوا كهرباء عشان يخرج في اللحظة دي اذا ربما يكون نجم سوشيال ميديا جمهور الزمالك غضبان منه جمهور الآله فرحان عشان جمهور الزمالك غضبان فبيحبوا لكن ايا كانت التفاصيل لكن ظهور كهرباء دلوقتي ليه؟ عمل ايه في النادي الاهلي ايه قصروا في النادي الاهلي ايه وقودوا في النادي الاهلي خد بطولة يعني؟ خد بطولتين؟ خد ثلاثة؟ هو فيهم ايه؟ دوره ايه؟ راجل معاقب عشان خطأ ارتكبوا في مباراة في فبراير لو الامور كانت ماشية طبيعي كان خلصت دوري وخلصت افريقيا ما فيش كورونا يعني وكانش حد شاف كهرباء بيلعب مطش كنت هتجيبه؟ لكن بعيدا عن ان انت تجيبه لانه في الاخر هو نجمه مشهور فبالتالي هتجيبه انت كمزيع او كقناع عشان تتكلم معي وهتتكلم معي بوضوحه بصراحة وده اللي عمله سيف تتكلم معي باسئلة واضحة وصريحة المشكلة مش في السؤال داين من المشكلة في الايجابة في بعض الناس بيعتمدوا مبدأ ان السؤال اهم من الايجابة لكن سيف مش من ده سيف بيسأل سؤال اللي هو شايفه وليه وجهة نظر فيه ومنتظر الايجابة الايجابة هنا بقى الموضوع اجابات كهرباء في اسئلة او عن اسئلة سيف ظاهر في الان بتقول لي انه كهرباء بيعمل حالة التطبع ومش حالة التطبع طب هو بالمناسبة منطبع كهرباء مطيب وسريع الغضب وسريع الهدوء تمام لكن دا لا يعني ابدا انه ام السؤال ما جاوبش عليه هو سيف سأله لكن هو ما جاوبش عليه ما قاله يعني انت مضيت العقد قال له لا انا مضيتش طب بأماني طلع وكابتن سيف ظاهر وصديق عزيز ويعني صاحب علاقات جبارة وكمان بقى انا بعتبره صاحب اتحاد الكورة وليه دا العطار يجدب ليه احمد مجاهد وانت عارف وانا عارف شخصيته طبعه يجدب ليه مجد يا عبدالغني يجدب ليه كل دول يجدبه عشان ايه خايفين من مرتضى منصور ما كان رئيس الزمالك يعني وقتها مش عارف هل دلوقتي اتحاد الكورة يقدر يقول ان الراجل ما مضاش العقد الراجل وقع العقد وماضي على العقد انا مليش دعوه هو شايف ايه الاهم من ده يا جماعة وده كهربة انه هرب انه هرب ايوه هرب مراحش سواء كان يروح تركيا او راح بعد كده لبرتغال عشان جالوا عارض لا عشان هرب هرب من الزمالك وفسخ عقد من طرف واحد والدليل العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدول الكورة القدم مش انا ولا انت تمام ولا الحجة ولا الحجة لا ده الاتحاد الدول الكورة القدم اللي وقع عقوبة ب 33 مليون جنيه مستأنف عليها طبيعي ومين دايما اول حكم او الدرجة الاولى بيبقى فيها استقناع وبعد يستطيع بيروح الاحكامة الدولية والمش عارف ايه والرياضية الدولية وبعدين بيروح حكم نهاية بنقعد وقت لكن طول الوقت حتى هذه اللحظة هو مدان بالغروب ازاي يبقى اسدقه في اي كلام يقوله وهو مدان من الاتحاد الدولي بالكرت القدم والاتحاد المصر مدان بالهروب مش بس كده انه هو بيلعب في النادي الاهلي ببطاقة مؤقتة مش البطاقة الدائمة لان لسه قضيته شغالة ولان الاتحاد الدولي بيبص لمصلحة اللاعب وان دي مصاريفه ودي اكل عيشه ومش عارف ايه فيسيبه يلعب لغاية ما يحصل الحكم تمام فالكهرباء قال ايه قال انه تحمل الكثير داخل القلعة البيضاء اللي عاوز قللكم ان كهرباء لعب من الاربع السنين العقد اللي هو قبل لسه ما يكمل بقى العقد الجديد اللي هو بيش بيه لعب سنة ونص فالعيه اساس ايه هو اللي شافه كتير عصد المرتضاء منصور كان بيعمل فيديوهات كتير وبيهاجمني هي ده اللي انت شفته كتير في الزمالك كان لعبت الزمالك بيقطعوا فيك مثلا جمهور الزمالك كان بيمشي في الشارع يضربك ده انت اللي بسقت عليهم يا راجل ده انت جيت في مباراة مباراة بسقت عليهم في مشهد جمهور اهلي اللي انت روحت حب حياتي واهلي والحاجات اللي انت بتقولها دي وكأن الجمهور اهلي بيسمع الكلام وبيصدق مش عارف مقالش كده عن الزمالك ومقالش عن مرضى منصور ابوه ومش عارف ايه لكن كهرباء مع احترامي ليه كشخص ممكن يبقى منقطي بالناس لكن الحقيقة لا يقوله حقيقة نهائيا لا توجد حقيقة مما قالهم الفكرة بقى انه الزمالك قال له تعالى عشان نقعد وهنيديك واسلا لا انا اصلت شتمت وهمشي طيب اقولك حقي انت كنت بتاخد قد ايه اجعص لاعب افريقي بياخد كام في بيرتوغال قول لي انت كنت اخد كام ايه مرتبة وتجي تقول لما كنتش تقول لسيف ظاهر انك انت ما كنتش يا راجل يا راجل لا مفروض بقى اصدقك اصدقك وانتحر لا اصدق ان بيرتوغال تعالى ب40 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه وانت مروحتش وروحت الاهلي بعشرة مليون وان الزمالك قالك تعالى وديك 12 او 13 مليون قلت له لا انا خلاص فتروح بعشرة مليون طبعا ما مش بعشرة مليون لعقد زخر يعني لكن هو عاوز يبيض وجهه بيدور يقول انا راجل طيب انا راجل غلبان اللي اشتغل ليه كهربا مجموعة من الصحفيين على علاقة جيدة بكهربا عاوزين وصحابه اصدقائه عاوزين يجملوه ويعملون نجم من نادي الاحتر هو اللي يكون ابدا فيهم الايام نجم والايام بينها وانا ان شاء الله اذا ربنا اداني صحة وعمر اقوله واداله وعمر اقوله واداء وروعة اقولوا وروني كده الايام انتظروا انتظروا تطبع فشل تطبع كهرباء ولكن سيظهر طبعه الغضب الطبع اللي خليها يمشي من الاحتراف في السويسر مرة لا مرتين مش مرة واحدة مرتين والزمالك وخلافاته في الزمالك وفي الاهلي تطبعه من ضمن الكلام اللي بيقوله السحر وانا انا كنت حاسس ان فيه سحر بيحصل في الزمالك طبعا كوميديا فرس يعني الفرس هنا كوميديا السوجاء يعني رسمي وانتو دلوقتي جادت تفتكر بيعملك مين كم بيعملك سحر وعلى اساس هي يا اخي انت كنت من يعني في الموسم اللي لعبته بالكامل مع جروس اكثر اللاعبين اروعونا واستهتر في الملعب وفيه احضار الفرص وان ما يطلع البعض من جون الزمال يقول ده انت كنت متعمد وكنت بتعمل الموضوع ده عشان الاهلي والهروب بعض الناس ممكن تصدقهم لان ما تجي تشوف الكور والاهداف والفرص اللي ضاعت على ايد كهرباء لان ترى غير الرعونة واستهتر رعونة واستهتر رعونة واستهتر بقولها بكل امانة يعني ايه رعونة واستهتر يعني عدم اهتمام وعدم لا ولا مبلاه مش فرق معين قولك انا بحب جمهور الزمالك وعاوز اعمله حاجة بتحب جمهور الزمالك اصلا انت مش قادر ان مرتضى منصور بيكلم ولك لو حد شتمك متسخنش ومش عارف ايه فا حزف الم بقفود انت تقوللي كده ام جانم صدقك اصدقك عل اعتبار ان انت يا كهرباء قلت الكلام ده وانا مش ملاحق ان انت بتقول ده ان انت يعني عشان قالك لو حد شتمك بومك ولا بوك ما تردش يعني ايه الجملة ده والنبي حزف ايه بقى ليه طيب قال رئيس الزمالك مردو منصور قالك ايه عشان تعمل الغضب ده وتشوح واه شتامت ايوه قال عاوزك هنا بقى اه شتامت لان الغضبك ظهر طبعك ظهر وهو ده اللي انت قلته وشتامت برضه ولمت حكتك برضه في الاهلي خلي بالك لو انت مش فاكر نفكرك ولو جمهور الاهلي مش فاكر يفتكر ده اللي انتو شفتوه بيحكيه بيجهدوء الاعصاب اللي كان عنده ومهورتام كده ده هو هو اللي عملوا يوم خلافه مع محمد الشناوي المرة دي بقى كان خلاف مع الشناوي المرة اللي فاتقسته كان مردو منصور بيقول لي لو حد شت لببقى مترويّش عيره في الماطر طبع ايه لمشكلة معين ههو طبيعي يقول له خاليي بقى تتتتتتتتتتش وتتجنت ايه بقى دخل والدتك تزعل من هيه اه ااتت على مجمل الأعمال لا اتوا مش مجمل الأعمال أنت في اللحظة دي وما قبلها تم الاتفاق بينك وبين إدارة الأهلي أو بلاش إدارة الأهلي بينك وبين وسط إدارة الأهلي من صحفيين ورجال أعمال أصحاب كافيهات يعني بتقعد فيها إنك أنت تمشي من الزمالك وأنهم شايفين أن أنت الأهم في نادي الزمالك وأنهم أنت اللي جبت مش عارف عشرة أسست وعشرة جون فإحنا لما نسحبك من دلوقتي وترجع بيتك ترجع مش عارف إيه وهنجيك فوس اللي تعويزه هو ده اللي حصل توقع تقول لك ما حصلش وقول لك لا حصل افتكر اللي أنت بكون تتصور معاهم من صحفيين في عربياتهم وفي عربياتك وتقول مش عارف إيه ويقولوا إيه ويعيدوا إزاي افتكر ولاش جمهوري الأهلي يفتكر جمهوري الزمالكي يفتكر ولاش إنت تفتكر اللاس اللي أنت تصورت معاهم بعد الحوار أحد أسباب أن أنت اشتغلوا على دماغك عشان تروح اللي أنت تصورت بعد التصوير بعد تصويرك مع سيف يا كهرباء أنت تصورت مع مجموعة من الناس واحد منهم اللي لم يكن اتنين أو تلاتة منهم من اللي اشتغلوا على دماغك عشان يشروك من الزمالك وتروح الأهل وهم اللي فتحوا الباب وهم اللي لدوك المساحة ومحدش هو اللي مهربش لأ كهرباء هرباء وبحكم الفيفا وبحكم الاتحاد الدولي وكروت القدم والمحكمة الفضل المنازعات هرباء هارب من عقده من تنفيذ عقده وموقع له عقوبة لم تنتهي حتى الآن عقوبة لم يتم الغاء في فرق بين تم إيقافها عشان فيه إجراءات تأخذ وبين أنه تم إلغاء وأنه أصلا عندي دليل أصلا كانوا بيضربوني أصلا كانوا بيعضوني أصلا كانوا بيكلوني أصلا كنت حزز بالسحر الكلام ده لو روحت قلت للاتحاد دول وكروت القدم أن أصلا كنت حزز بالسحر في الزمالك هيتحكوا هيتحكوا بجد ويعقبوك فكبتؤمن بالخرافات بالنسبة لهم فتيجي تقولي أنه كان فيه سحر وحاسس بأننا طب يا راجل طب وإنت منزلت في مطش الزمالك والسوبر واتخنيت مع نص اللعيبة وعملت المشكلة اللي نص الزمالك ونص الأهلي وقفوا وتعقبوا عشانها كان سحر إيه هو السحر طب والسحر ده ما ودكش السعودية وخليك تنجح موسم وفي الثانية هم اللي قالوا مش عايزين نجمع معك وهو برضو السحر اللي خليك ما تنجحش في الاحتراف في سويسرا وخليك تروح النادي ده والنادي ده وبعد زلته شهور في النادي التاني مشوك عشان اختلفت وعشان عملت حركتك اللي بتعملها دي وانت كنت لعبت الزمالك ووقفوا معاك وكانوا معاك ما سواكش لحظة ما تخنيتها مع رئيس الزمالك طب وتحملتك كثير في ايه ايه اللي تحملتك كانوا بيكهربوك ومع ذلك أنا مش فاري معاي أنا بوضح أمر انه كل ده للتبيض وجه كهربا ليه أبيض وجه كهربا دلوقتي الله هو أعلى وأعلم هل انت بتدور على تحويل لاعب في النادي الاهل للنجم لعب هربان لعب محكوم عليه من الاتحاد الدولي الكورت القدم بانه لعب هارب فسخ عقده وهرب ولان الاتحاد الدولي يعني بيخافه على المصلحة وان اللعبة دي بباش محتاجة فلوس وده رزقها فسامح له يلعب ببطاقة مؤقتة مش كده ولا أنا مش فاهم كهربا كان عاوز يبيض وجه أو انه يتكلم ويوضح أنا مش شايف اي حاجة توضحت لأنه التوضيح الوحيد أيوة أنا يقول كده الاتحاد المصري زور عقدك ده المعنى الوحيد انت بتقول انك ما مضتش حلو ممتاز الاتحاد المصري بقول انك مضيت مين بقى سيك من الزمالك دلوقتي انسى الزمالك معركتك مش مع الزمالك على فكرة معركتك مع الاتحاد كورت القدم مع وليد العطار كان رئيس شؤون اللاعبين وقتها ودلوقتي المدير التنفيذي وهو اللي كتب الجواب والخطاب اللي للاتحاد الدولي والكورت القدم اللي على أساسه تم إقافك أو تم تغريم مجاسف روح كده أقول لوليد العطار انك كده بتقولش الحية واننا مضتش ده اللي الموضوع روح كده أطلع مع سيف زاهر أو مع كابتن شوبير أو بقول سيف زاهر لنه صديقي يعني واطلع مع هاني حتحوت وابراهيم فاي وقول للي انت عايزه بس قول كلمة واحدة ويدر عطار زور الاتحاد المصري زور قمدته مزورش وانت عارف ان تم تمديد العقد بتاعك تم تمديده في سنتين تقريبا على حسب ما انت ذكر عشان ايه عشان ان انت بمسافير تروحت للتحاد الجدة المرة التاني العقد السنة التاني ده اللي حصل من 4 سنة انت لعبت سنة ونص في الزمالك اللي اتحملته كان ايه بقى انك ضيعت فرص ضيعت مثلا السوبر عند جمهوري الزمالك انك انت خدت كورة ضربة الجزاء بالتعمد ورفض ان انت حد التاني لعبها وانت بتاعه ضيعتها فجمهوري زناك وحملك خسارة المباراة دي يمكن حملك ان انت كان عندك كمية رعونة واستهطار في المباراة كثيرة في الدوري اللي انت ملعبتش اخذ 3 مباراة فيه بعد ما تلعب في دماغك من الناس اللي انت عارفها واللي انا عارفها واللي كانوا قاعدين معاك بتصوروا معاك في الحلقة او بما بعد الحلقة وما قبلها وذكريات مش هو ده اللي انت بتقول انك مهربتش مش كده برضو وانك انت تطلع مع الناس كانوا بيهجموا الزمالك وبيهجموا المستشار مرتضى ويسخروا من اعلام الزمالك هم دول اللي انت طلعت معاهم وتصورت معاهم في عز خلافك معاهم لا 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 ده قبل خلافك بكتير وهم كانوا بيسخروا من الزمالك ويسخروا من غيس الزمالك ويسخروا من اعلام الزمالك فانت دولة عاوزنا صدقك ما عارف ان طولت لكن انت لازم دي ملاحظات عن كهربة وتفكير كهربة كهربة للأسف لا يقول حقيقة وبعدين ما يجي اقول انا ما وقعتش على العقد ده خلاص انت قلت كده ما وقعتش سيف سألك انت وقعت قلت له لا حلو يا اوز يعني انت دولة بتتمي اتحد الكرة بانه نزور الورقة ما هو طب ما روحتش لي للنيابة وتقول لهم ده مش توقيعي استكتبوني مثلا عملتش كده ليه انه توقيعك اه اصلون ما تحصلش توصيق العقد في الوقت القانوني حلو يا اوز مين اللي يقول كده انت ولا الزمالك ولا اتحد الكرة اتحد الكرة قالك ايه لا تم توصيق في المكان القانوني في المعادل القانوني ودي قمضته وده توقيعه وده عقده وانك هرباء يا كهرباء انت هرباء وانك انت بقى اعلامي الاهلي وجمهوري الاهلي بيتعامل معك من انه بطل المغوار اللي سبت الزمالك ويه رحت ست شهور برة ورجعت على الاهلي عشان تلعب فيه نادي حلمك بيتك اللي مشاك قبل كده اللي انت قلت للمؤسسة امين عرابي اوكابتن ماaboولي اللي مشاك طب مشاك ليه طب بلاش ايه اخبار كابتن ربيع عاي سوبير بلاش ايه اخبار يعني كابتن شوبير مما كان 혹 كنت 이미 لعب فيه منتخب الشباب ايه لعقوبات اللي بيوجهها عليك ايه اللي كنت بتعمله ايه الخلفات اللي كنت بتعمل ده طبعك ده طبعك يا كهرباء أنت لاعب موهوب اه ماهدر شنكر لعب جيد اه يعني انا بقولوكو انه هيتقلق 6 شهور دول مع النادي الاحش واخره لو لعب في كاس العالم لو لعب في كاس العالم شوفوا ايه يعني ده اخره معايا ومع الاهلي تمام؟ ولا مش بيستفزوا عشان نلعب او ميلعبش اقولك ده طبيعته ايه هو يزهق راجل بيزهق بسرعة على فكرة ومع ذلك يا كهرباء قول الحقيقة قول ان اتحاد الكرة تلعب بقى في الاوراق ما هو ده المعنى الوحيد اصل الزمالك راح اقدم الورق ده الورق ده للاتحاد والاتحاد وصقه روح بقى اقول ان الاتحاد لعب بقى لعبة مش كويسة اقول ان وليد العطار لعب لعبة مش كويسة ما هو ده اللي يتفهم هو ده اللي يجي في بالي ويجي في بال اي حد سمعك تمام؟ اشوفك على خيرك يا رباء في فيديوهات جايش لان اكيد بيننا فيديوهات صباح الفل والجمال سلام موسيقى